كما قال الرئيس السيسي إن لقاءهم مع نظيره الموريتاني شهد التأكيد على أن الأمن المائي المصري جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وأوضح الرئيس السيسي أن مصر وموريتانيا شددتا على أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي من الحلول الوسط التي تم طرحها خلال التفاوض والتي تلبي مصالحها دون الإفتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب من ناحية أخرى تناولنا ملف سد النهضة الإثيوبي وتبعاته الخطيرة على الأمن المائي لدول مصب حود النيل حيث أكدنا أن الأمن المائي المصري هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي وشددنا على أهمية حث إثيوبيا على التحلي بالإرادة السياسية للأخذ بأي من الحلول الوسطى التي تم طرحها على مائدة التفاوض والتي تلبي مصالحها دون الإفتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب وذلك من أجل إبرام انتفاق قادوني ملزم بشأن ملء وتشغيل سد النهضة كما اتفقنا على تعزيز جهودنا على الساحة الإفريقية في ظل الدور الحيوى الذي تقوم به كل من مصر وموريتانيا في هذا الشأن مع استمرار التنسيق والتعاون في إطار الاتحاد الإفريقي ومواصلة جهود دعم بنية السلم والأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما يمكنها من تجاوز التحديات وتحقيق الرقاء والاستقرار لسائل أبناء قارتنا العريقة اشتركوا في القناة